فيما يبدو الموقف الأمريكي أكثر وضوحا بشأن ما يحدث في لبنان وغزة إلا أن الاتحاد الأوروبي يختلف عنه ويسود التباين بين أعضاؤه فبيانته تجاه ما يحدث تقول دوما أنه يقف مع القانون الدولي ولكن التصريحات المنفردة تقول أن هناك انقساما داخل الاتحاد الأوروبي بشأن دعم إسرائيل الحلفاء الأقوياء لتل أبيب داخل الاتحاد الأوروبي المجر تشيك ألمانيا وهم الاستثناء في السياسة الأوروبية أساس الألمان يصرحون مرارا وتكرارا بأن أمن إسرائيل هو سبب وجود الدولة بالنسبة لألمانيا وبرلين هي ثاني أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل بعد واشنطن حيث تساهم بنحو 30% من أسلحة إسرائيل اعتبارا من عام 2023 كما كان قد أكد المستشار الألماني أولاف شولز أن بلاده ستواصل توريد الأسلحة لإسرائيل وخلف الأبواب المغلقة وبالعلن أيضا هناك منتقدون لسياسة إسرائيل إيطاليا ثالث أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل علقت جميع تراخص التصدير الجديدة وألغت أي اتفاقيات مع تل أبيب وقعت بعد السابع من أكتوبر 2023 الحكومتان الإسبانية والإرلندية كانت قد دعت الاتحاد الأوروبي لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وتريان أن إسرائيل تنتهك بند حقوق الإنسان في اتفاقية التجارة في حربها على غزة حرب إسرائيلية على غزة ولبنان أضعفت الاتحاد الأوروبي عالميا وخصوصا بالشرق الأوسط هذا حسب مراقبين الذين يؤكدون أن الأوروبيين يحاولون استخدام نفوذهم للضغط على نتنياهو لوقف إطلاق النار وما يعزز جهودهم الآن الضربات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت قواعد حفظ السلامة التابعة للأمم المتحدة جنوب لبنان والتي تضم قوات أوروبية من إسبانيا، إيرلندا وإيطاليا وفرنسا أيضا إذن إحباط في بعض العواصم الأوروبية من حرب غزة وتصعيد إسرائيل أيضا في لبنان وعلاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي تتعرض لضغوط غير مسبوقة في هذه المرحلة وفرنسا هي على قمة القائمة ترجمة نانسي قنقر